مرحبا بالنسبة لكم. ما زالت كيف انتهيت القرعة اللي بش تكون ان شاء الله ضمن فعاليات كأس افريقيا اللي بش تبدأ يوم 13 جنفي في الكود ايفور في 2024. لكن خليني نبدأ من لو الواضح وصريح جدا. بصراحة راكزها على الاخر. تحب ولا تكره اليوم كتشوف مجموعة المنتخب التونسي وتقارنها بالمجموعات الاخرى برابور للمنتخب الجزيري برابور للمنتخب المغربي. معناها الفرق المترسل المجموعات اللي هما في المستوي الولاني المنتخب التونسي الجزيري سحل العاج المنتخب المصري والمنتخب المغربي والسينيجالي راك تلقى اكسح مجموعة تقريبا في الكل نحكي الهني راو اسمي. راو اللعب موضوع اخر وفما راو فرق وفما منتخبات را بشكون مفاجأة الكانوذي. ديك نحكي اسمي مجموعة كاسحة على الاخر. ومش نقول معناه كاسح على الاخر من ايش بش نتعديو. لكن عندك مات شوية كبار. لو تلقى المنتخب التونسي معاه المنتخب المالي معاه المنتخب الناميبي. معناه بين بارانتاز معناه يعتبر من اضعف المنتخبات اللي موجودة. ومعاه المنتخب الجنوب الافريقي. منتخب جنوب افريقي راو مش منتخب سهل. منتخب معناه مباراة متعباراج بش نمشيه الكاس العالم. مش تفهم قيبة المنتخب باذا اللي هو ضمن التصنيف الثاني. بالنسبة للتصنيف الثالث كان المنتخب جنوب افريقي اللي هو راو عنده تقاليد على مستوى عالم كورة القدم والمستديرة. اليوم زادك كيف كيف الفريق الناميبي اللي يراهوا اليوم صحيح. معناه فما ظروف سيهمت في بروز برشا منتخبات بشكون موجودة. كما المنتخب التنزاني. معناه ما كانش موجود باستمرار في المسابقة هذية. كيف ما زادك كيف كيف نحكيه على المنتخب الناميبي. اللي عمل يعتبر معناه عمل مقابلات محترمة وعمل باركور بيهي في التصفيات متاع الكوبدافريق على خاطرها مش بالسهل انك بش توصل لتصفيات كوبدافريق لكن تعتبر سهلة انك عندك معناه ستة مجموعات كل مجموعة فيها اربعة منتخبات واللي بش تكون باربعة وعشرين فريق في النسخة جديدة الكاسفريق الفين وعبعة وعشرين. القرعة كنحطوها في نطاق المعقول. رأي قرعة كاسحة. وما تشويت بهين وانا شخصيا فرحان برشا انه فما ما تشويت كاسحة. على خاطر اليوم المنتخب التنسي وذيره معناه كنا نشوف المنتخب التنسي يجي في مجموعات ضعيفة كما مزموعة مثلا اضعف مجموعة ضمن ابرز المنتخبات المنتخب المغربي لكن كنا نتعديه بسهولة ومن بعد نلقاه اول صعوبة معناه ضد منتخب كبير الروح وعادي جدا ضد منتخبات ضعيفة الروح وعادي جدا شفناها معناها في الكوب دافريك ليفيت شفناها في الاقبالة شفناها ضد غينة الاستيوائية شفناها ضد منتخبات بوركي نافاس ومنتخبات مايش في كاليبر منتخب التنسي لكن توا وقت اللي نلقى المنتخب التنسي بش تعديه في المجموعة هذية بش نكونوا احنا لويلة وبش ندخلوا في صلب الموضوع ملول راك تلعب ضد منتخبات سهلة مدخولش في الافريق ومدخولش في جو معنا كاس افريقيا وما تشويت الكاسحة ملول راك تلقى صعوبة كبيرة بش تكمل للاخر ما تدخل ملول في الكاسح وفي اللي هو نقول واحنا لغتنا العامية المامو راك اكيد راك مش تمشي البعيد واكيد راك مش تنجي ان تعمل رجل تباهي في ظل تواجد المنتخبات هذين اللي مش يرفعوا معناها من قيمة المنتخب التنسي في المشاركة هذية ولي راو زاده انتر بارانتز لهنين منتخبنا وراو كاسح راو اليوم بغض النظر على المنتخبات المنتويجة تحب نحكيه ارقام تحب نحكيه كرة تحب نحكيه مستوية تحب نحكيه اشكون اللي يمشيها على المستوى العالم راو بالنسبة لية المنتخب المغربي نحكي عالمنتخب السينيغالي وبدرجة اقل للمنتخب الجزائري لكنه المنتخب التونسي يعتبر ضمن الكبار ويعتبر حتى ينفس المغرب وحتى يكون مستوى متاعه تقريبا خير من الجزائر ويكون مستويه قريب برشة من المنتخب المغربي. اليوم هذي رايح حقيقة. ان شاء الله رب يوفقنا. ان شاء الله رب يجيبنا في السواب. ان شاء الله جليل قادري معناه يعرف يتعامل مع المجموعة ذي اللي عنا رأي ومعناها عنا كالتي بيهت نجمت خلينا نوصله لزوبجيكتيف متاعنا. نحلمو بش نمشيو البعيد بالمنتخب المتاعنا ان شاء الله رب يوفقنا. ننتقلو طاوة بش نحكيو معناها على مليعبية اللي بش يكونو ان شاء الله في المقابلة نتعودوة لكن قبل ما نحكي على التشكيلة نحب نحكي على مليعبي كنتقلق في المقابلة متاع اليوم ومكان نبرز وسجل هدف بالنسبة لي انا غاية في الرواع. يعني ديما نحكي على الاهداف مش على خاطر سجلت هدف واكا ها قوليه. وفم طريقة متاع تسجيل هدف. فم طريقة متاع بلاسما متاع مليعبي متاع كيفيش تاخل الكورة كيفيش متاعك معنا كيفيش تخزر الكاج متاعك كيفيش تشوف معنى ديفون سريد كيفاش واقفين تشوف القردين كيفاش واقف كيفاش تسدد الكورة تسجل هدف معنى غاية في الروعة راني لازم ان احكي عليه ولازم تحدث عليه الي الساعد يلعب مقابلة ودية زي دفير دير ابينامن اللي موجود في البوندزليجة معنى في البوندزليجة لولانية يلعب زي ساباولي موجود في البوندزليجة الدرجة الثانية يلعب مقابلة محترمة جدا يقدم فيها اديئة ممتاز ويسجل فيها هدف يعني تشوفوا الكرة على الجهة ليسار ونعرفوا اللي مليابي ذي يلعب على الكوتي هذيك يعني يأخوا الكرة يعمل جز تكنيك بدنه يمشي على اليسار ويرجع على اليمين يحطها على ساقيه وفراب يحط كرة في الشبكة واللي رأوا نرجعه ونقوله رأوا مليابي كان ينجم يعاون المنتخب التونسي وبالهدف هذا يا جليل قادري رأو خليك في الاحراج مع الجماهير التونسية ومع الناس الكل يعني تشوفوا مليابي يسجلك بونتو بالكالية هذيك وتسمع تصريح جليل قادري على مليابي شيء مخالف لبعضه يقولك المليابي حبينا دي كونديسيون باهين مش ندخلوه في الجروب هي معلم رأوا يسجل في اهداف ذات بيردر بريمان هي معلم رأوا يسجل في اهداف في البونتزليغة في الليك دو رأوا مكين قارنوه بملعبية موجودين توا وعيدت لهم وكانوا موجودين وما نتصورش المليابي هذي مخير منه بش يلعبوا ضد كوريا وضد اليابان وهو مايستحقش وليزم منهزوه ضد منتخبات اضعيفة ومنتخبات مايش في قيمة المنتخب التونسي بش نجمو ننتجريوه لعبي بروفسيونيال كوارجي عنده قيمة فنية عشان ربي بقى عليه ستة نتعديوه للموضوع الثاني وليهني بش نحكيوه عالفورمسيوني بشير عباية المنتخب الوطني تونسي ضد كوريا الجنوبية شوفت قبل ما نبديو نفصله في تشكيلة المنتخب التونسي والتوقعات متع الفورمسيون رفما حاجتين فما فورمسيون انا نحب نحب نحبذها نشوفها في المنتخب الوطني تونسي واللي راهة صالحة انه بنجمو نعملو بيها ريزلتابيه ونجمو نحضروا بيها المقابلة ثانية ضد اليابان وفما فورمسيون تكون قريبة للوا وقريبة لخيارات جليل القادري وغدوة كي تشوف التشكيلة الاساسية ما تتفاجأش لاني انا بش نحكي لك عليها توا وبش نقول لك شنو التوجوهات متع جليل القادري حسب ما تبعنا الاخبار من قاعدة جينيا من كوريا وحسب معنا الحصات الاستدريبية اللي عملها المنتخب الوطني تونسي النجم ونقربوا الفورمسيون لذلك بش نبديو الساعة في الكاش اول حاجة جليل القادري عمل ندوة صحفية اليوم احكاية بالنسبة للإصابة علي العابدي اللي بش يكون موجود على ذمة الإطار الفن المنتخب الوطني تونسي وحاجة بها وحمد الله انه الملاعبة هذه تم الضعافي متاعه ونجم يكون حاضر والحاجة الثانية اللي مش في صالح المنتخب بشير بن سعيد اللي يحسب اوجيع ونجم يكون غايب ومش موجود ولا خلينا نقولوا باش يكونوا موجود في المتش لكنه مش بش يتم التعويل عليه بالنسبة للبوليميك الكبيرة اللي سايرة طوى على الملاعبة ايمن تحمين والظروف اللي قاعد يتعدى بها مع الفريق والكم الهائل متاع البونتويت اللي قبلهم والملاعبة لو تحب ولا تكره ممسوس نفسانية معناها رو فما لهنا جانب نفسي لازم نخمو فيه الملاعبة كانانا غدوة باش نشوفه الملاعبة يكون موجود بناك على خاطر انتي باش تحمل مسؤولية الخصائر اللي قبلتهم في فريقك والفترة اللي ماهيش ايجابي قاعد تتعدى بها توا رو تنجم تضر الملاعبة واذا كان تضر الملاعبة تضرر المنتخب التونسي في نفس الوقت راك تشوف في مؤزة حسن تتور انك تنجم تعطيه شنس وتقول برابور للي موجود دوني اصابة بشير بن سعيد هاي من داحمين وش في حالته تحطه يكون موجود في التشكيه اساسية لكن حفاظه على مساحة المنتخب الوطني التونسي انا شخصيا انفضل انه بش يكون اي من داحمين في حراسة المرمى نجي وتوى للكسونتران انتع المنتخب التونسي اللي راو فيه ثوابت الرقم واحد والنمبر وان شاء الله ربي بقى عليه السطر هو منتصر الطالب اللي راو تحدثت عليه وتكلمت راو منتصر يصل طول للمستوى متاعه راو عادي جدا تلقاه على مستوى اوروبي كبير عادي جدا تلقاه في الخمسة الدوريات الكبرى ويلعب وينفس ويلعب في اعطاء الفرق وقاعد يلعب في تشامبيانز ديجرا وعادي جدا بالمستوى الممتاز اللي قاعد يقدم فيه بش يكون موجود في التشكيه الاس بش يكون موجود معا ياسين مريح وبش يكون معاها ملاعب ثلاث لكن قبل ما تقول ملاعب ثلاث وقاعد تحكي لها تلاثة ديفونسوريات هي شنو الرسم التكتيكي بش يلعب في المنتخب التونسي اللي نجيوبك هنا فما زوز رسوم ليا اما بش نشوفه ثلاثة خمسة اثنين وإلا بش نشوفه الاربعة اثنين راولا هنا فما لعب كبير خاصة طن على الجوارات راك فما ملاعبية بوليفانو عادي جدا يكون موجودة ليرقوش تدخله معناه للكس وعادي جدا يكون م تلعب ثلاثة وعادي جدا تولي تلعب باربعة فلوس وزوز مهاجمين في اللخر بالكرة بش نشوفه زوز مهاجمين لكن خليني نقع نحكي عدي فونسوريتي اللي قلت رامونتا سار الطالبي ومعا بش يكون ياسين مريح والليعب الثالث اللي هنشوا بش يكون رو اكثر منه للمدرب عادي جدا تلاثة في اللاكس بش يكون معاهم يان فاليري موجود في اللاكس معا بش يشوفوا تلاثة موجودين في اللاكس وإلا على اللعاب دي اللي بش يلعب المقابلة هذه معنا كيما في مقابلة مصر يكون على الجهة لسار معنا كوماكسيال ومش نلقاوا عليه معلول على الجهة لسار وعلى الجهة اليمين بش يكون وجديك شريدة ننتقلوا يا وسط الميدان لهني فهم فرق كبير لهني فهم فرق انك بش تطلع ومش تصنع اللعب ومش تحاول تتكور وتلوج معنا عالفولوم دو جوة إلا انك بش تكتفي بالأدوار الدفاعية وتحاول تضرب لي كونتر وتعمل ترونزيسيون رابيد رو اليوم كي نحكي على وسط الميدان المنتخب التونسي الحاجة اللي تفرح في الملعبية وهذا وانهم قادرين يلعبوا تحت الضغط عادي جدا وقت اللي تلقى عيسر عيدوني ماشاء الله علي ربي بقى عليه السطر وتلقى اليسسي صخيري نفس الشيء روزو زملابه هذو مقدرين يلعبوا لك تحت الضغط وانهم قادرين يضغط عليهم المنافس يخرجوا كورا نظيفة ياخذهم من الاكسيال يعمل كونترولوريونتي يلوج على ساحبه يعمل الترونزيسيون رابيد خاصة صخيري اللي هو يمتز بها الحاجة هذية وعندك انطلاقات المهاجمين اللي يبشي سهلو لك المأمورية يعني في وسط الميدان يحب نابع المجبر يكون موجود مع عيسر عيدوني وإليسس سخيري تحت لتاكون تنجم راقيمة كولترا وتنجم تزيد الملابه هذو تناحي اكسيالي وعندك اربعة في اللاكس واربعة في الوسط وزوز مهاجمين يعني هذا الشواء للمنتخب التوصي والناخب الوطني نجي وطوع لمستوى الهجوم الشواء بتع جواليته واضح جدا فم ملابه يدوم تبني عليه فم ملابه ما تنجمش تستغن عليه في الوقت الحالي اللي هو إليسس العشوري بشيكون موجود على الجهة اللي صار وخاصة اكثر منه الملابه اللي يعمل لك الترونزيسيون النقلة انه تنقل من الحالة الدفاعية الحالة الهجومية كونتر رابيد يكون بالملابه هذو لكن الوقت اللي نحكيه على العشوري كولي بشيكون معه فما دوشواء يما بشيكون عندك ملابه بشي تتركز عليه بشي تتلعب عليه طويلة وكوم سيبور حتى الياخر تصحابه وبشي يسربي على يمينه وعليسار واللي الرسمي التاكتيكي منتع المنتخب التونسي ماناش نشوفوها الحاجة هذه معناها ماناش نخمه في جوار بشي يكون معناها كما جبالي وإلا كما جويني اللي اكتر منه جويني يمكن ينجح في الخطة هذية لكن بشي اللوجه على مهاجم يكون رابيد بشي اللوجه على مهاجم اللي يطلب في الزهر الديفونساريت وهكي كون الترونزيسيون سريعة وشوفنا المنتخب التونسي اللي كان نجح في المقابلة الاخرانية ضد المنتخب المصري كان وصل برشا مرة للكاش كان الترونزيسيون كان رابيد كنا سجلنا اهداف مش هدف مش هدف مش اثنين سجلنا ثلاثة اهداف لنهزنا الكلم من نجم كان يكون ونحكيه على يوسف المساكني الوحيد الذي يكون في البروفيل هذا صحيح تقول لي يوسف المساكني لو مش هتكوه وي مش هتكوه لكن انت وقت اللي تحب تلعب بانسان كرابيد ويكون هكا يطلب معنا في الزهر الديفونساريت وانسان ذكيه وحتى كتكون عنده كورة يحافظ لك على الكورة من نجم كان يكون يوسف المساكني نتصور بالتشكيل هذا قربنا اكثر منه الفورميسيون اللي بش تكون في الموقع قابل انتع غدوة زادة كيف كيف حاجة اخرى حاج التغييرات عندها دور كبير رك عادي تبدأ اللعبة متاعك بثلاثة خمسة اثنين تقلب لاربعة ربعة اثنين تقلب من عرش اربعة ثلاثة ثلاثة حسب ظروف المقابلة عندك زادة ملعبية ينجم ويعاونوك في وسط التينات نجم تشوف سيفل الطيف اللي انا شخصيا معنا نحبض الملعبية يكون موجودة على الجهة اليمين ويكون زادة العشوري على اللي صار ونشوفه اكثر معناها في البروفوندور المهاجم اللي بش يطلب بالكورة في الزهر يحتيك حلم الحلول زادة كيف ما ننسيه وحمزة رفيعة اللي بش يعطي خلينا نقوله وكاللمسة الاخرانية في وسط الميدان ان شاء الله حظ موافق المنتخب التونسي في المقابلة عندك غدوة وكيد استنيونا بش نحكيه على المنتخب وعلى بعد الماتش وكيفيش شوفنا الماتش وكيفيش ان شاء الله بش نقدمه مقابلة ممتازة